اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجأ إلى حولك وقوتك ذا القوة المتين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أعزائي التلاميذ والتلميذات في مقطع آخر من سلسلة فروض مادة علوم الحياة والأرض لمستوى أولى بكالوريا علوم تجربية أو علوم رياضية خيار فرنسية أو مسلك دولي والذ夕 مرحبا الكريم بسم الله إذا في المقاطع الابت plat إصطرنا نقوم بالجزء الأول من هذا الفرد النقاط نقوم بالطراح عن القوة المتابع الجرس الأول ومن تبكايا قام بالقوة المترجمين بش PUSA ثاني من الجزء الثاني وهذا ثامي سوف نحاولها إن شاء الله الرحمن الرحيم سيحب في اليوم إذا لم يكن الفيديو طويل سنصح فيهم التبارين بجوج كان الفيديو طويل سنصح غير الأول مفهم؟ و الثاني حتى المقطع الذي نبعده إن شاء الله يعني أنا مع مري سحتي تمرين على هذا الشكل هذا التمرين جوج و التمرين ثلاثة بالنسبة للتبارين اللي داشتوا كلهم كيشبو لها التمرين سبعة لها التمرين اللي علي سبعة النوقات إذن بسم الله نبدأ على بركتي الله بسم الله اكثر من كل ما نقوم الالآكار عن أنت تنوع في الرواسيب وهي أيضاً في نفس الترفيه المستمع للتأثير من المساعدة والمولاياتات مبلغية لتنوع المقبلة وهي نتبه أنت إلى نقود التي تنبه لعوامل المسببات للترصب للأوساط البحري المعارضة للاسي قنطناتاك يكون ملعب بلغة الاربية ماهو سهل اللوجي إليه من الملية المغرى ويوط الواسط بحري يحالف بأنه تعاله من قنطنة بيان دفنية ديليمون اللي كيتميز بوحط تزيغ جيد معروف ديال الراواتيب ولا جيد محدد ديال الراواتيب اللو دوكمان او الواتيقا واحد رَبْرَيْسَنْتْ لَا مُرْفَلَجِي دِيْفِرَنْتْ مِلِيَوْ مَرَان كَتْبِي ينَّا شَكِلْ خَيْرِجِ دِيَلْ مُرْتَلِفِ الْأَوْسَاتِ الْبِحْرِيَةِ اي لو دوكمان دو الواتيقا اتنان مَنْتْ لَا تَنَرْ أَنْ سَيَا سَيَا ثُوَ لَا كَالْكَرْ نَنْ دِسُوَ وَنْ فَنْكْسُنْ دِلَا الْبِحْرِنْدَرِ وَلْوَاتيقَ يَجُوش كَتْبِي يلِّيْنَا تَرْكِيز دِيَلْ الْكَلْكَرْ بِدَلَالَتْ الْعُنْقِ سُؤَلْ أَوَلْ رَappْلَيْ لَا نَتُّرْ دَسِدِيمَنْ كَوْنْ تَرْوْف دَنْ لَا زَنْ أَ اَ دَنْ لَا زَنْ بَي ديَلَالَتْ لَا زَنْ أَ قَلْ لَكَ ذَكِرْنَا النوعية الرواسب اللي كتكون في المنطقة A والمنطقة B من هاد ديَلَالَتْ لَا زَنْ أَ يعني هاد السهل اللوجي إذن قبل ما نبدأ أولا ندير واحد تتكير بسيط للفقرة ديال الدرس اللي عنده علاقة بهاد التمرين إذن شكون هيا فقرة ديال الدرس اللي عنده علاقة بهاد التمرين في نظاركم إذن عدنا أول جملة هي السيديمونتاتيون ماغنيني الترسوب البحري إذن هاد الفقرة اللي عنده علاقة بالترسوب ظروف الترسوب في الأوساط البحرية إذن عدوز بالزربة عليها التذكير ديالي كونديسيان ديالسيديمونتاتيون دان الميليو ماغن إذن كتبت لكم وديرا ما كنهضروش على الترسوب في البحر عرا عندي بزاف ديال الأوساط روسوبية داخل البحر عندي إشقليبا خمسة ديال الأوساط روسوبية في البحر أولهم هي لازون ليتوغال وكاللي كاسمها لازون كوتياغ المنطقة الساحلية إذن تلاقي من الإسم ديالها فهي البديئة ديال البحر هي البديئة ديال البحر فهذه المنطقة تقريبا كاللقاء الرواسب اللي كيكون جايبهم النهر من بعد تاني منطقة عندي البلاتو كونتينونتال بالعربية الهدبة القارية كاللقاء تقريبا جميع أنواع الرواسب كاللقاء الرواسب لأصل السيليسي يعني الرملاء الطين إلى أخرى الرملاء الطين الطمي وكاللقاء رواسب كاربوناتية يعني رواسب كاربوناتية كاللقاء لكي تشاهدنا المثال ديال الشعب المرزانية اللي غيسي في كوغاليين وقالنا العمق في هذه المنطقة هذي ديال البلاتو كونتينونتال ما كيتجاوز مئتين متر أقصى عمق اللي قدر توصلي هو مئتين متر من بعد شفنا تالت منطقة واللي هي الطالو كونتينونتال يعني الحافة القارية وقالت لكم مودي اللي كي ميز هذه المنطقة وهي الحافة وهي الانحدار ديالها عندها واحد البونت فوق عندها واحد انحدار قوي وبما أن عندها الانحدار فالرواسب اللي كاتكون فالفوق ديالت الحافة كاتطيح بما أنها كاتطيح كاتتزحلق يكون عندي انجلسة ديالت ناكولمون كون لديو حتادا فوق ديالرواسب اللي كينين فوق ديالت الحافة القارية كي يهبطو تحج ويهبطو كي يكون لياه واحد الكوران كي تسمو الكوران ديالت واحد تيارات وهالتيارات العاكيرة كي يكون لياه واحد الرواسب اللي يتسمى لتوقيت وهذه توقيت وهذه الرواسب اللي اكتلكم كيفتو من الحفة القرية الفوق كينزح القوه وكيمسيو للمنطقة الرابعة اللي عندنا في الأوسط البحرية اللي هي لبلاين ابيسال واللي غنحتاجه اليوم في الفرد في التمرين اللي في الفرد اللي هي لغلاسي كونتينوطال هو الجزء القدامي من هاد الحفة من هاد السهل لوجي. لبلاين ابيسال هو السهل اللوجي. ولغلاسي كونتينوطال هو هاد الجزء الاول من السهل اللوجي. اذا الرواسب اللي كتكون هنا في السهل اللوجي كتكون جاية من الفرد. ومن بعد عندي هاد الابلين ابيسال اكتلكم السهل اللوجي كيكون العمق ذيالها غادي وكي تزايد يقدر يوصل ربعة الاف تر خمسة الاف متر. تقريبا الاقصى قيم يقدر يوصلها هي ربعة الاف خمسة الاف متر. وعندي مورها خامس منطقة واللي هي الفن اوسياني كلها الفن مع هالأعماق البحرية الكبيرة. لغان فن يعني كلها لغان فن مع هالأعماق الكبيرة اللي كي تزاوز العمق ديالها ستا الاف سبع الاف متر. اعماق كبير جدا. اذا هادا كخلاصة هاد الشق من الدرس. بقى واحد النقطة ما تكلمشها ليها ولي هي الوسي سي سي دي ولي هي الو نيفو د كمبنساشن د كارمونات. اسكي قولنا هاد الوسي سي سي دي وهاد الو نيفو د كمبنساشن كارمونات. قل كودي من فوق واحد العمق من اكتر واحد العمق ديال خمسالاف. كيلني كي يعطيك تقريبا خمسالاف ستالاف متر فاش كنفوتوا هاد العمق ديال خمسالاف ستالاف متر اشنو كي يطلع? قل كودي ما كيبقاش عندي ترسب ديال الكالكار. مكال في الاعماق الكبيرة ولا في السهل الجيل اللي كيفوت العمق دياله ربعالاف خمسالاف متر. مكال قل كاش ترسب ديال الكالكار. مكال ش ترسب ديال الكلز. وى التالي ام ام ري كالكالكالكار فذ المناطق هادو الكالكار كالكاف جاء على المناطق الاولى اللي هادرت كالكالف جميع المناطق اللولى لا في الحائل الح Bee كامل Xi هل لم يتعسى تلص الين باحد العمق ديتين باعد تلص ماتر ربعالاف خمسالاف هذا الخط الأليم من الأساسية التي أخبرنا أنه لا أضع الكيلس وكثير منها لا أضع الكيلس وهي نظام كاربونات مستوى تعويض الكاربون لماذا يختفي له هذا الكيلس? ان يختفي. ان يمشي. انه تم القواقع البحرية. عن الحيوانات البحرية عند القواقع في الكربون. عندي الترصب الى 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 ولكن فين يمشي هذا الكلس. لم يكن نلقاه ايها في اقام الكبير. هذا هو السؤال. سؤال ايجابة وبسيطة. اعماق كبيرة تخاف درجة الحرارة يقول عندي المبارد. ينقل على الى الاكسجين وبالتالي يزاد الى الضغط من الكاربون. الكاربون يزاد. وبالتالي هذا الكلس يدوب. هو راكين ليس مكينش ولكن غير يدوب. كي يوليسوا فورم ايونيك. كي يولي عبارة على ايونات. مفهوم؟ هذا هو الخلاصة النقعة كما كنقوله ديال هاد البرتي ديال الدرس. اللي بغى بزاف ديال التفاصيل راشترحت شي بالتفاصيل الممل. إذا رجعوا الفرد ديالنا. إذا كجواب على السؤال والسؤال ولكن Orbالك رابلي الاناتور. كونا نتخلف دان لازونة ��A و данزونةB. completa. لازونةA رايشتوا فوق من الناس ديال السي سيد دي. يعني كين الفوق. إذا ما شغلقا فيها الجلس أو ما غلقا فيها الجلس. غلقا فيها الرواسيب الخرين اللي سيليسيه. بينما لازونةB رايشتوا تحت المنتقة ديال السي سيد دي تحت من الذكى نيفو ديال السي سيد دي. إذا في تيما فذكل حمق ما غلقاش ما غالقاش ايش نو مغالقاش الكيلس غالقغير رواسب السلسية غالقغير الطين والرامل الى اخرى فان اذا كشواب انكتبو دون لازون ا انتخوف دي سيديمان كاربوناتي يعني رواسب كيلسية اللي فعل الكالكير وانتخوف دي سيديمان سيليسي يعني رواسب سيليسي يعني الارجل لسابل اتتترى اتتترى طبعا الحال ما غالقى سيليسي 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 وانا نريد فاهم بالجد سيكتبو في هذا لازون اك توربيديد ما اللي اشترحت لكم هو التدفق دي الرواسب اللي يكون الفوق في الحفة القارية وتهيب طول الى هاد المنطقة غاس على الكورون دو توربيديد تيارات العكيران فاهم بينما في لازم بيف المنطقة بي غالقى غير رواسب السيليسية لانا المنطقة بي كالقاها تحت من هدك لسي سيدي روا لسي سيدي اللي ديجا سرحتو دي والو نيفو ده كاربونات مستوى لتعويض الكاربونات لغنى هو تحت المنطقة كيكون عنده الكاربونة ولكن كيكون مذاب وبالتالي بما أنه مذاب كيكون في الماء بالتالي مغاي ترصبش ليا وبالتالي مغلقاش الرواسب على شكل كيلس هنا يفضل من تقبي إذا نحن جبنا صفر فاصلة خمسة دينا سنين من السؤال الأول بسم الله سؤال تاني اناليسي لدوكومن 2 ويأكسل ويأكسل كالكاربو نيفو دي غلاسي كنتينتال حل للوتيقى جوج وفسير توزيع الرواسب الكيلسية على مستوى غلاسي كنتينتال ويأتبراه هو السهل اللوجي منطقة غلاسي كنتينتال يمطق السهل اللوجي في البحر إذا نحن جعل سوف نفسره هذا الوتيقات. اذا اريد ان نقولك التحليل الوتيقات الجوج المنحنة. دعنا نعرف اولا ما هي العوامل المدروسة في الوتيقات الجوج. عندنا اولا في فوق الليسر. عندنا البروفرندير. و عندنا التحت ادنا التنور من برصنتاج للسي ارسي او 3. يعني الكمية بالنسبة المئوية للكاربونات الكالسيوم. وهو المكون الاساسي للكالكار المكون الاساسي للكلس. اذا انا ندرسو الكمية للكلس تقريبا. ولكن بين قوسين ندرسو الكلس. فين ندرسو هذه الشيادة؟ ندرسوه بالنسبة للباسيفيك والمحيط الهادي. الفوق عندك الموينة للباسيفيك والتحت لباسيفيك سنترال اكواتيغيال. ندرسو هذه الشيادة تغيير الكمية للسي او 3 بالدلالة العمق. فين؟ في المحيط الهادي. في المناطق منه. منطقة اكواتوريالية منطقة السيوهية. والمنطقة المتوسطة في هذا المحيط الهادي. هذه الشيادة لديه منحيط المنحنات. المنحنات يمثل تغيير الكمية للسي او 3 بالدلالة العمق. في المحيط الهادي. في المناطق المناطق. المنطقة الاستوائية والمنطقة المتوسطة. المنطقة بالاحمر هي منطقة الاستوائية والمنطقة بالاسود هي منطقة المتوسطة. بحال بحال. تقريبا عندهم نفس الشكل. أحر yetive قليلة التي تحتاج Deanاض بطاخير منطقة الاستوائية والمنطقة. ومنطقة محيط الهادي ومؤكسة الكوربة. ومنطقة المناطق المنطقة dont اردد. متوسطةarlات الاحمرية والمحيط. و.Pacific. وم dresser الذهادي. واس �소. كورا الارضية. اذا ما قلنا? قلنا هذه الملحنة كمثلنا التغيير الكمية الكالكير. سنرى في جوجة المناطق مختلفة. الولا اللي بل كحال في منطقة متوسطة. والتانية في منطقة السيوائية على خط الموجودة على خط السيواء. بداية بطبيعة الحال البروفوندور اللي هو العمق. اذا بجوجهم كنلاحظوا باللي فاش باللي في اعماق ديال الفين متر. كتكون عندي الكمية ديال الكاربونات ديال كالسيوم الكمية ديال الكلس مرتفعة. اذا كنلقى يقدر يلقى الرواسب في هذه المنطقة. لقى الكلس في هذه المنطقة ديال العمق الفين متر غاللقى الكلس على شكل سيديمون على شكل رواسب. دونك عندي هنا في المنتقى الفقانية. هندي سيديمونت Thankfully 30 المياه وووولات طائatu القريبة 90% بالنسبة للاولاي الفين الملحنال بالحمر. 기억 acquisir الativ Aha 80 ديال العمق بالنسبة للاولاي الفين الملحنال والسود. اذا ماحض البروفوندوره תينزل. ماحض البروفوندور تيت زياد على فور ماحضنا كان يزيده في العمق. ماحض البروفوندور عادي تيت زياد, العمق والكمية الكاربوناد الكالسيوم ستنزل حتى تصل الوقت التي تنعادم فيها بالنسبة لها الخط لا يستطيع أن تفوته بالنسبة للإكواطوريال المتوسطي هذه القيمة التي تنعادم فيها الكاربوناد الكالسيوم التي تنعادم فيها الكيلس تقريباً من 5000 متر إذاً تحتهم في 5000 متر لا يمكن أن تنعادم فيها الكالسيوم أو الكالكير تحت من 5000 متر لا تنعادم فيها الكالسيوم لا تنعادم فيها الكالسيوم لذلك تنعادم في المفترض على الوضع من 15000 متر أكبر من 5000 متر لا يمكن أن تنعاد الكاربون بينما بالنسبة للأخرين العمق تزاد بالنسبة للمنحنة في الأكحل في الأسود يمكن أن تنعاد نفس الشيء الكيمية تنقص الكاربوناد الكالسيوم يمكن أن تنقص الكاربوناد الكالسيوم هذا هو تحليل المنحنة إذاً ما ندرنا؟ نحن جاوبنا على الشيء الأول من السؤال ونكتب باللغة الفرنسية الجاوب على السؤال إذاً نكتب باللغة الفرنسية نعود من الأول لغة الفرنسية كذلك, يعني على مستوى المحيط الهادي إذن، من نحن أن يبدون أن محيط في ارببلة في مدينة بعض المفاوضة رقم من صوى الأمام في الكرار الأعماق أسأل 1 000 م الكرار الأتنىور الثانية الأكيوة بكثرة على أكتور المعامل الذين نقوم بإمكاننا بأن في كرار أكتور المعامل سيوائي طويل أن الأكتور الوسانية القضاء لدينا 80% من كاته الميلاد المعامل في وتعالى الإخوة العالية كما يستخدم الصحيب من المحيط الحديد في عمز القيارة وقت 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 يزال حدث تفضيل الأوضر يومك وقامل الأولوجية ويزال الأمر من المحيط الحديم حتى نصلو تقريبا 5000 متر يقدر تكون قدر تكون قتار جسكو 5000 متر حتى نصلو 5000 متر 5000 متر د profondeur شنو كي ترام فات 5000 متر د profondeur و ديلا دي ستتوالر لاتنور انساء سوى 3 ديلا نول الكيميا ديال الكاربوناد كالسيوم كتن عدم حتى نصلو 5000 متر حتى نلقى الكاربوناد كالسيوم سوفهم سيديمون حتى نلقى الرواسب الكاربوناد كالسيوم و لا نلقى الكيلس سوفهم سيديمون ولا نلقى الكاربوناد كالسيوم لم يدعو كيف يريد هذا هو الجواب ديال السؤال والتاني بالنسبة للمنحنة الاسود بلاس ما نقوم ب5000 متر الى 5800 متر او 5900 متر. فهم. بالنسبة للشيء الثاني للسؤال وهو اكسبليكي لاريبارتشان دي سيدي من الكالكير عنيو دي glasi continental. يعني يفسر لنا توزيع ديال الرواسب الكيلسية في glasi continental. ال glasi continental هوا رمطينا في الوثيقة واحد. إذن غنستغلو الوثيقة جوج باش نفسره توزيع الرواسب الكيلسية في الغنط الوثيقة واحدة. وعلى مناطق A و A وبهلاقا. إذا أرتفع الولد لي Verf mič لكم منطقة A و ماذا لدينا فيها الكالكير؟ لدينا فيها الكالكير و مع csak 새 رائس فيتضع الكربوناتية والرواسب السيريسية. بينما في المنطقة B� 크�ي الملكت untuk menorta الرواسب السيريسية. الرواسب الكاربوناتية do Memhorse هذا الدليل هو كمية الكاربونات الكالسيوم المكويل الأساسي و يتنخفض و يتزاد و يتنخفض حتى نصل إلى عمق 5.000 متر و تحتمال 5.000 متر لا يوجد كاربونات الكالسيوم و هو هذا السي سيد و يوجد 5.000 متر نحتوى أنه خط الذي يسمى الهواء و يتحكم الهواء تحت من هذا الخط لا يوجد شيء يسمى كاربونات الكالسيوم كيف يقع له هذه الكاربونات الكالسيوم؟ كالكاربونات الكالسيوم الذي يمكننا أن نجاوب به هو يقع لها ذوبات يدوب لنا وهذه الكاربونات الكالسيوم وكتحول لنا على شكل أيونات يعني كتولي مذابة في الماء وإذا كانت مذابة ما عتقدرش أنها تترصب الشكل اللي كيترصب والسئة سئة أخوالي والوكاربونات الكالسيوم كيكون مجموعة إن فوكيتفرق كيولي الكالسيوم بوحدو والكاربون بوحدو كيشنو كيترالي كي يدوب في الماء إذن هذا هو التفسير عقل وق Luudi للا رؤيتها سئة المسيقات وقلبر الدونتها يزفكين فلون ازون أ في المتاقة أ من نظر أنه يوجد سئة المنزيدين سئة المنزيدين السئة المنزيدين السئلة 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 الألقل الساب الب يوجد سئلة تحديث سئلة مع إخبارتنا كييرا نحن نفعل مصنع التسيديمات لكييرا كييرا ولمسانتما من أول عامة من أول شيء يسألون نحن 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 نخلال ويسألون لابسنتين فإننا نقل تقول لغتبر لعامة أنظر إنه يسألون نحن نحن نتحدث من نظر الان فى النظر المنطقة فى النظر المنطقة فى الأعماق فى الحرارة فى الأكسجن فى الأعماق لاحظر ولاحظر هنا فى الجميع فى السعود فى الأعماق ما كالقح خatan سؤال 3 rado اناليزة لكورب دي ضيكيمن 10 حلل المنحناز دي لواتيقة ثلاثة الديدوير لي فاكتور رسفنسابل دي لدسوليشن دي كالكير دي لغان دروفاندار واستنتيش كونا هومو العوامل لكتحكم لي فى الدوابان دي الكيلس فى الاعمق الكبيرة دايوغ غامرة طوالينا هنها قلت ديرا فى الاعمق الكبيرة كيوقعلك الداوبان دي الكيلس ذكش الي جابنا ولف اثناني تقول لك دابا شكونا هومو العوامل يتحكمون في الدوابان في هذا الكيس وذلك أردت واحد المعلومة مهمة في جواب السؤال الثاني إذن وثيقة ثلاثة أمامنا إذن وثيقة ثلاثة كيف تمثلنا وثيقة ثلاثة عناصر المدروسة عندي الفوق الديسوليشون كالكار وعندي التحت الاطنيران سعودة عندي الفوق الدوابان وعندي التحت الكمية سعودة وعندي كذلك ملحانيات فيهم فيهم درجة الحرارة سفر دغري سلسوس عشر دغري سلسوس لان دغري سلسوس إذن كيف نلاحظ ببساطة و بسرعة لكي لا يوجد الفيديو طويل قدمها تزاد الكمية السعودة لاحظ كيف يقوم بالدوابان الفوق تزاد القيمة الفوق يصبح الكمية السعودة اول عامل في الدوابان في الدولتين في الدولتين في المترجمات في الأعماق الكبيرة ما هو؟ كمية السوداء قدما ترتفع لي السوداء قدما ترتفع لي دوابان الكلث اول عامل هو السوداء ارتفع السوداء الكمية الكلث تناي يوكسيد الكربون ثاني عامل لاحظوا عندما يكون درجة الحرارة 10-0 دي سلسس كمية الدوابان للكلس هو 0 دي سلسس 10-0 دي سلسسس 20-0 دي سلسسس 30 دي سلسسس إذا لم تكن درجة الحرارة لتنخافض ودوابان الدوابان يجب أن تزاد دي سلسسس درجة الحرارة من خلال الوثيقة نستطيع أن نجد العوامل العامل الأول هو التنور سيوده سيكون مرتفع سيكون التنور وثاني حاجة سيكون التمبراتور سيكون فابل التمبراتور سيكون صغيرة لأن التمبراتور سيكون فابل هذا كجواب على السؤال الثالث سيكون ثانية الجواب على التمارين الثاني وإن شاء الله في المقطع القادم سوف نحاول التمارين الثالث كما نسأل هذا الفرد سيكون كامل ستجدون جميع الأسئلة ستجدون ستجدون إن شاء الله إلى هنا قد وصلنا إلى نهاية هذا المقطع والتمارين عندكم التمارين ثلاثة تقدروا تصحوه وتخدموه بشكل حتى تصجي إن شاء الله بشكل مقطع القادم إن شاء الله نحاولو نصحوه إذن إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقطع المرسل الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وازك التسليم